اشتركوا في القناة ترابست المكوى برا مكان ما كنت بكوي جايبة الغسيل من الغسيلة وحطها على الكنبة عشان ابقى طبقه ترابست السفرة عليها اوراق الولاد واوراق جوزي المهم الدنيا مكركبه في نفس الوقت بعثتلي متابعة من المتابعات انها عايزة نصحتي ازاي تبقى ست بيت شطرة وازاي ان هي تبقى زي سلايفها اللي هم زوجات اخو اخوات جوزها اللي طول الوقت حاسة ان هم فضيين ولكن حاسة ان بيتهم مرتب وبيتهم مستعد لاستقبال الناس في اي وقت وان هم نضاف قوي وان هي بتشتغل كتير قوي قوي في اليوم لكن في اخر اليوم بتحس انها ما عملتش حاجة او يعني بيتها مش بالمستوى اللي هي نفسها فيه دي مش اول مرة حتكلم على الموضوع ده اتكلمت عنه في فيديوهات قبل كده واعتقد ان مفيش ست مسؤولة عن بيت وعن اسرة مش بتعاني من ازاي اخلي بيت نضيف طول الوقت ازاي اخلي بيتي مترتب طول الوقت خصوصا كمان لو هي امرأة عاملة يعني تقريبا نص يومها او اكتر بتقضيه برا البيت النهاردة عايز اتكلم على حاجة محددة اللي اكتشفت اليوم اللي جاتلي فيه صادقتي كنت مش بعملها بقالي حوالي عشر تيام لان انا كنت مرتبطة بديدلاين وحاجات لازم اسلمها وكمان كان عندي جيوب انفية وكانت تعباني اوي اوي ايه بقى الحاجة اللي انا قصرت في عميلها فانعكست بشكل وحش على بيتي هو الروتين اليومي والاسبوعي لنظافة البيت عشان نستفيد مع بعض وما نضيعش وقتنا فمجرد ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده وخلاص عايزاكوا تروحوا تجيبوا ورقة وقلم واكتبوا فوق كده في الصفحة الروتين اليومي لنظافة البيت الروتين اليومي هي الحاجات اللي انا بعملها كل يوم كل يوم كل يوم علشان اخفف على نفسي عبء ان البيت يتكركب ويبقى يعني ملخبط قوي 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 بحيث ان هو يبقى عشان ألمه محتاجة مكوت كبير خالص الروتين اليومي ده هو عبارة عن مجموعة الاعمال اللي لازم اعملها كل يوم علشان البيت يبقى في حالة هادية ويعني اقدر اتحكم فيه ودول مش اعمال كتير خالص اول حاجة ان السرير لازم تترتب كل يوم سواء السرير الكبير بتاعي انا وجوزي او السريرين اللي في قوضة الولاد دول مسئوليتهم هم اللي بيرتبوهم بيرتبوا سريرهم كل يوم الصبح وانا او جوزي بنرتب سريرنا الحاجة التانية المواعين انا بغسل المواعين مرتين في اليوم مرة على طول بعد الغداء ومرة قبل ما بنام انا ما اقدرش يقعد كل شوية اغسل المواعين اغسل المواعين انا عندي حاجات كتير قوي بحب اعملها لو فضلت وقفة بغسل كل كوباية كل معلقة كل كوباية مية شربنا فيها يبقى حفظة الوقفة في المطبخ طول للوقع حاجة التانية كمان ان انا عندي حساسية جديدة قوي قوي في ادية عشان اقف اغسل المواعين لازم ألبس الجوانتي وانتوا عارفين ده مش احساس لطيف ويعني بيدخلني في المودة ان انا لازم اغسل بقى حبة كتير فالمواعين بخسلها مرة تانية اتنين بس مرة بعد الغداء ومرة قبل ما بدنا الحاجة التالتة اللي لازم اعملها كل يوم هو ترويئة سريعة للمكان ترويئة سريعة ما تزيدش عن 10-15 دقيقة كدب مش محطوطة في مكانها بترجع مكانها اوراق كنا بنشتغل فيها بحطها مكانها هدوم مرمية على الارض شوز مش في مكانه رجعت من برة بدل ما حط شنطتي في المكان بتاع الشونة ستتها في نص الصالة كنا مثلا بنشرب شاي ولا قهوة ولا كاكاو ولا اي حاجة وسايبين الحاجات دي على الترابيزات على طول على طول وده هتلاقيه سهل قوي انك تشتغلي في اتجاه واحد بدل ما تبقي عاملة هنا شوية انت روحي هنا شوية انت روحي هنا شوية لأ انا بدخل المكان بدخل القوضة سي الصالة مثلا ببتدي من ناحية اليمين وامشي لغاية ما اوصل لاخر نقطة فيها في القوضة نفس الحكاية في قوضة الولايات في السفرة الترويئة السريعة الخفيفة دي ما بتخليش الحاجات تتراكم في غير مكانها وفي نفس الوقت ما بتاخدش اكتر من عشر دقايق فما بتبقاش بردن على قلبي جامد قوي يبقى ثلاث حاجات بروح السرير يعني بفرش السرير كويس ترويئة خفيفة لمدة عشر دقايق او ربع ساعة واخسل الموعين مرتين في اليوم في حاجة ربع بقى كمان ساعة من ساعات اليوم بخصصها لمهمة اسبوعية يعني ايه يعني سواء قوضة معينة او مكان معين بروقه قوي قوي ونظفه قوي او بعمل تاسك كبيرة يعني مثلا يوم الاثنين ده يوم الارض بكنس الارض بكنس السجاجيد ببعك يوم بالمكنسة بمسح اي مناطق محتاجة تتمسح هو يوم الاثنين يعني بعد بقى ما نتغدى ونقعد شوية مع بعض وكل واحد بعد كده يروح لحاله انا اتقطع ساعة اكنس القوضة بتاعتي اقول للولاد يكنس القوضة بتاعتهم جوزي يكنس المكتب بتاعه اكنس الصالة من من اقصاها لأقصاها وبعد كده اطلع الاستيمر وامسح المناطق اللي هي بين ده كل يوم اتنين ساعة في وسط اليوم بعمل فيها ده يوم الثلاث مثلا ده يوم المطبخ بغسل بنضف الخلاط بنضف الكبة بنضف الشفاط بمسح دواليب المطبخ من برا برتب في حاجات يمكن تكون على مدار الاسبوع طلعت من مكانها بدخلها تاني مكانها المهم ان ده يوم المطبخ يوم الاربع مثلا يوم الحمامات عندنا حمامين بدخل الحمام بتاعي بدعكوا وغسلوا بالكلور وبالحاجات دي كلها والولاد بيعملوا نفس الحكاية في الحمام بتاعهم فيه يوم مثلا لقوض النوم بنغير الميليات بنهوي بنرتب بمسح اكتر واليوم ده كمان عشان الشغل فيه مش كتير قوي بلمع اي اسطح في البيت ترابيزات كومودينو ارفف والميليات كمان ما عنديش ميليات كتير بس في اليوم ده وابعمل الميلياتين اللي هما برة في مناطق غير مناطق الحمام لان الحمام ده يوم الحمام الغسيل مثلا زمان لما كان ولادي سوايرين كان لازم اعمل غسلة كل يوم لان لو ما عملتش كده هيبقى عندنا هدوم وحيبقى الغسيل كتير قوي مش هقدر اتحكم فيه فدلوقتي عشان الولاد كبروا وانا مش محتاجة اعمل ده بخصص في الويك اند للغسيل كمان في الويك اند مثلا بعمل التلاجة بعمل فرن البوتجال الروتين اليوم زائد الروتين الاسبوعي اللي هو تاسك واحدة بس حاجة واحدة بس بعملها يوم واحد في الاسبوع ده مخليني اقدر اسيطر على جو البيت وكمان لما اشرك جوزي وولادي ما تبقاش الاعمال صعبة قوي 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 فيه طبعا حاجات ممكن تتعامل كل شهر سيه مثلا هتلمعي الشبابيك او حتشيلي الستاير مثلا محتاجة تغسليها او الناس اللي بتغسل السجاجيد مثلا محتاجين يغسلوا السجاجيد المهم ان احنا تمسكي كده وتبصي في بيتك ايه الحاجات اللي لازم اعملها كل يوم عشان يبقى بيتي هادي ومترتب ومتزبط ايه بقى المهام اللي محتاجة اعملها مرة في الاسبوع وتخصصلها يوم في الاسبوع في مثلا ايام سيه ما بكنسش مثلا يوم الاثنين حصل اي حاجة خرجنا ايه كان عندي شغل كنت عيانة ما كنستش جربت ان انا اطنش واستنى للاسبوع اللي بعده كده البيت بقى بقى الاسبوعين ما تكنسش كده كده فباجي اعمل ايه بقى بعوض باجي في الويك اند اعمل الحاجات اللي انا مقدرتش اعملها خلال الاسبوع سيه مثلا يوم الاثنين اللي مفروض اكنس فيه ما كنستش فباجي في الويك اند يوم السبت والحد اخصص كده ساعة اكنس فيه البيت سيه مثلا كنست يوم الحد خلاص يوم الاثنين مش حكنس بقى خلاص انا كنست مبارح لكن الاثنين اللي بعده احاول ان انا ما فوتش اليوم ده لان لو ما عملتش حاجة اللي كانت متحددة في اليوم ده هتقل اللود عليا في الويك اند كل واحدة فيكم تمسك وراء وقلم وتعمل لنفسها لستة صغيرة من اربع خمس حاجات تعملها كل يوم عشان تسيطر على البيت الحاجة التانية لما تعملوا الحاجات دي ما تسيبوش التاسك دي او المهمة دي غير لما تخلصوها الصديقة اللي بعتتلي بتقول لي ببتدي حاجات كتير وما بخلصهاش ما تبتديش حاجات كتير ركزي على حاجة واحدة او حاجتين او بكتيره تلات حاجات في اليوم بس هم دول اللازم تخلصيهم لو هتروحي على سريرك تنامي سنة 11 تفكري كده اه النهار ده عملت كذا وكذا وكذا اه خلصت ام دول برافو عليكي الحاجة التانية ان احنا نشوف الحاجات او المهام او تقسموها بالقوض او بالمناطق في بيتكم ان كل اسبوع تعملوا حاجة من الحاجات دي تخصصوا يوم مثلا لتنظيف الحمامات يوم لتنظيف المطبخ تنظيفة كويسة اه يوم لتغيير الملايات يوم لتلميع الموبيليا والخشب وهكذا صدقوني هتلاقوا حياتكم زبطت خالص لما انا تخليت عن الروتين اليومي بتاعي والروتين الاسبوعي بتاعي في خلال عشر تيام كان بيتي اتشقلب حالو ياريت تجربوا موضوع الروتين اليومي والروتين الاسبوعي لو تقدروا كمان وتتشطروا وتعملوا حاجة تعملوها كل شهر في اول كل شهر هعمل كذا هاغسل الستائر مثلا او نفض الستائر او نفض الشبابيك او او اغسل السجاجيد او اللي بيتكم نحتاجه اشركوا اولادكم كمان في الروتين ده علموهم شوفوا ايه الحاجة اللي بتزاعدكم من جوازاتكم وتكلموا معاهم بالراحة وبهدوء وقولوا لهم انا يعني بتدايق لما مثلا تسيب الهدوم مرمية على الارض حطيلوا باسكت على الارض جنب الحتة اللي بيرمي فيها الهدوم بحيث انه يرميها على طول وتبقى سهلة مثلا بتدايقي مثلا من ان هو بيدخل يتوضى ويسيب الحمام مبلول حطيلوا شرشوبة كده في الحمام وقاليلوا بعد ما تخلص ودوء بس نشف من تحت رجليك او او حطي دواسة تشرب الميا اللي بتدلق اللي بتدلق دي او مثلا لو حاطت اوراقه في كل حتة خاصة صيله مكان واجيله هو ده مكانك حط في حاجتك عشان مفيش حاجة تدلق عليها عشان مفيش حاجة تبوز عشان مفيش اوراق من اوراقك المهمة يحصل لها حاجة ويعني بهدوء كده هو العادات بتحتاج من 21 ل30 يوم عشان تتغير لو هنعملها كل يوم كل يوم كل يوم فتخيلوا بقى الجوازات من اللي احنا متجاوزين وهم هنضوهم 30 سنة ولا 35 ولا 40 ولا 50 عشان يغيروا عادة سيئة من العادات اللي بتدقيقنا محتاجين وقت قدقي ومحتاجين مسابرة مننا قدقي ومحتاجين اسرار مننا على الحاجة دي تتغير قدقي ولكن بهدوء وبدون شد وجذب عشان ما يتحول الموضوع الاخناقة وباور ومين اللي كلمته تمشي فوق مين وانا الراجل هنا وانتي ست بالجذ ما تعملي كذا وكذا بهدوء بالراحة والمية بتنزل على الحجر نقطة 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 بتفلقوا في الآخر فالحجر مش قوى من المية جربوا الحاجات دي ويكتبوا دي تحت اذا كان اللي انا قلته نفع ولا لأ ولو عندكم طريقة تانية بتحفظوا بيها على نظافة بيتكم وترتيبه طول الوقت ولولنا عشان كلنا نستفيد اشوفكم المرة الجاية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر